استغفر الله هلقى الذهب شونن باق من بيتنا الهزة مفتهمت انا همرا حتش كل شي ايشي اقولت عصبين علي يلزموها اذي الدفتر اكت من نواقص مع الصالون سامر باع تيفون امي مليان فيديوات باع ماكو خزن حم الفيديو نصورين رقص مالهم انسحه راح تاخذ من الذاكرة هذولي سامر هاي مخالصة فيه هاي هي و غيرت الجاس ماما باعي خالصة فيه لا اخذ الذهب مالتكو لا تقلق من اماك كاذي بسز عبها الحاتشي ماما ما حتشت من ايامي اشوف قدامي شبيت شدقل ابني او شينو شفت شغلينو بهالفيديو مره ثانية ياه والله اخذتهم و خلت غير تسعب مكانهم هم هم هل رأيت الستحنين؟ ما الذي يثقين بها؟ ما الذي تبقنا عينك عينك؟ ايه شفت شفت ولكن لم أصدق لماذا تفعلها؟ والله فعلتها وخلاص وأنا سأخبر الشرطة عليها ماما لا تدخلين الشرطة يعني جوز هي مسوي هيك لأنها محتاجة قالت محتاجة فلوس إيجار وما أعرف شنو لا تفعل هيك ماما ماما لا تأخذهم هيك مثل حرامية؟ حتى لا تنكشف وضعت غير جيس بمكانها وتحتى جهال فتهمهم ومخططة على هالشي هذا شوفوا واني اقول هذول اشتروا سيارة واشتروا بيت اثاري هذول طلعوا العصابة ونحنا ما ندري الله يبعدنا عنهم يا ربي ايش در تسوين؟ راح أخابر الشرطة ولا تفتحين حلقة انتي ليش تحتيين بي بيتك؟ جحش اليها هاي شنو عمو؟ لح يزيد رواتبنا؟ حياك الله وقد قال والله شغل كوميدي انت دخيل الله لك بابا هاي الضرائب ما سيارات وضريبة المكتب اتراكمت علي يا كومديون اخويا نوري عفية عليك والله تسوي هالشي هذا انت تدفع الضرائب وبقتها بس بعض المطايا ما يدفعون عبد وهم لو كانوا يدفعون كان اقلها ساعدة للدولة لان الدولة تسوي الطرق والمجاري والمولات والمستشفيات والشقاق ومحلات المعجنات والكيك محل كيك شنو عمو الكيك الكيك يسوي او الكيك موهو يلا يلا انا خربطت عمو يعني هسه تروح تدفع كل هالفلوس هناك شقال صعب مو بالله بدل ما قاعدين هنانا وتشغلون حلقكم هنانا وقاعدين تلغون روحوا شغلوا سياراتكم بدل هالقاعدة هاي اه عمو نوري انا احل كل ديونك بس انت انطيني التاكسي شنو رأيك موخوش فكرة ها تليفون سنة فضل بنتي بابا قبل شوية اخذوا ماما المركز للشرطة شنو اخذوا هالمركز للشرطة هالمرة منو باقها لهاي الغبية شيني هالمرة ماما اللي باقت بابا اه يعني الشرطة هم اللي قالوا وهيج صفية صارت حرامية هاي بس تعرف تبوغني آني ما تعرف غير شي بابا من تهمين ماما بسرقت الذهب ما اليوم العزيمة واخذوها على المركز انا هالسراحة هناك انتهم تعال بسرعة عفية ها تمام نعمان خير شكو شنو صفية شنو سريقة شكو ما افتهمت شكو اي 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 باقي ذهب الجوارين اللي بالمحلة ايش قالت لسنا يابو باقي الذهب الجيران يا جوارين ثول ذولة الذهبات حنين وعمتك يابو اخ صفية اخ انا عالمش انا رايح للمركز دقيقة حج نعمان انا هم راح اجواك عالمركز حتى انا ولو مو عايش وياهم بنفس البيت بس الذهب مالتي همين ده اكفوا اكفوا شو مشكلة هذي بس مشاكل من وراكم يلا انا هم جاي يلا امشوا يلا امشوا اي بس الصفية بالفيديو اللي بالتليفون يطلع انت اللي ماخذ الذهب والله ما اتذكر سيدي واني هم كل شي اتفاجأت بس يمكن هذا الشي صاير فخ الي على مو دي واقعوني شو من فخ هذا ماما ايه صفية صفية الله يعني عيونيش ان شاء الله هذاني اللي صغار وليش فضحتيني بهدلتيني سواتي وجهي خالة صفية انتي مو عيب عليك تبوغيين الذهب مال مارتي العزيزة حنونة وعمتي العزيزة حسنية مو عيب عليك ما تستحين ولكن تستطع جهي جوية صفية والله ترى اخبغك ها لكن عمان سينان دسوقت شوي عاب خلنفتهم سيدي احنا حسب ما نعرف ما عد اهل اسوالف ولا تعرفوا تبوغ هيدها مو طويلة انت متأكد يا ماخذ الذهب متأكد استاذ نوري سيدي صفية طالع بالتصوير ويبين واضح هي اللي ما اخذ الذهب انتو هالمنطقة وحدة واصدقاء حتى لو عدنا دليل انتو لحد الان مصرين تش تكون لا والله خليها ترجع الذهب واسحب الدعوة ايه خالص صفية ترى عمتي حقها رجع الذهب العمتي الحنونة اللي تسامح الكل ام قلبه الطيب وهي راح تسامحج وبعدين بلك تسامحني إلي همينة ايه بس اني ما عندي ذهب شنو انطي يبو سيدي صفية مع الاسف لازم ندخلش بالسجن خلياني اول شي اضربها كامبوكس وبعدين انت وين تريد توديها وديها تعالي هنا اوه 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 شكرا